في موازات تصعيد نقابات القطاع النفطي ضد قانون البديل استراتيجي الذي يرونه تهديدا لمميزاتهم فزعة أبداها عدد من النواب لمؤازرة النقابات بمساءلة وزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح انسعى لنظم القطاع النفطي تحت مظلة البديل استراتيجي كان هناك أمر سوف يتعرض لهم وظفي القطاع النفطي سواء من حيث رواتبهم أو امتيازاتهم أنا سوف أقدم استجواب لوزير النفط بالوكالة أنا مؤيد لهذا الاستجواب بل ومتحدث في هذا الاستجواب إذا مر البديل استراتيجي وأول الموقعين على طرح الثقة في معالي الوزير نحن ضد أي أمر يمس القطاع النفطي أو يقل المخصصات أو ميزاته ضده ولو توصل التصعيد واستجواب الوزير استغراب من توقيت الاحتجاجات رغم أن البديل الاستراتيجي إلى الآن قيد الدراسة منذ دور العقاد الماضي كما أشار إلى ذلك عدد من النواب حتى الآن ما تقدر تقول والله وين البوصلة رايحة نحن لقبل الصيف كان التوجه كالتالي أنه والله بالنسبة لتطبيق السلم الرواتب الجديد يكون حق اللي هما يستفيدون من القدم منه بالإضافة إلى الجدد والقدم اللي هما ما يستفيدون من البديل الاستراتيجي بقون على وضعهم وهذا نعتقد فيه عدالة وفيه الكل يقبل فيه الآن شون المستجدات عند الوزارة المالية أو وزارات الدولة المعنية الأخرى التقطيط وغيرها هذا لازم ننخشم معهم بديل الاستراتيجي موجود المجلس صار لأكثر من سنة وشوي والأمر فيه لجنة مختصة موجودة يعني إذا طلع شيء رح يطلع من اللجنة بالنهاية من المجلس وأي تغرير يصدر من هذه اللجنة بالنهاية رح يعرض على المجلس يتم التصويت عليه فالغرار بيد المجلس بعد إقرار وثيقة الاقتصادية في مجلس الأمة سيتم تكليف لجنة تنمية المواد البشرية بسوعة دراسة وإنجاز قانون البديل الاستراتيجي ورفعه للمجلس الذي تبقى له الكلمة الفصل في استثناء القطاع النفطي من مصدرة البديل لتربزون المجلس طارق السهو